بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلاب الصف الثاني عشر أهلا ومرحبا بكم في الجزء الثالث من درسي تقوى الله والاعتصام بدينه تعالوا بنا أعزائي الطلاب إلى أهداف درسنا الهدف الأول معنى أن يستنبط الطالب جزاء من اتبع وصايا الله تعالى أن يعلل الطالب خيرية الأمة الإسلامية أن يستنبط الطالب الدروس المستفادة من الآيات تذكر عزيز الطالب هذه آيات درسنا يمكنك إعادة الاستماع لهذه الآيات من خلال مسح الرمز التالي عبر قارئ الاستجابة السريعة في جوالك تعالوا بنا الآن أعزائي الطلاب إلى الهدف الأول جزاء من اتبع وصايا الله تعالى أعزائي الطلاب تعالوا بنا الآن إلى الآيتين السادسة بعد المئة والسابعة بعد المئة جزاء من اتبع وصايا الله تعالى حزيز الطالب في الآيتين الكريمتين نوعان متضادان من الناس حددهما هيا تأمل الآيتين واستخرج منهما النوعين جزاك الله خيرا النوع الأول في قوله تعالى يوم تبيض وجوه والنوع الثاني وتسود وجوه إذن فالنوع الأول الذين تبيض وجوههم والنوع الثاني الذين تسود وجوههم ولكن عزيز الطالب ما المقصود بكلمة اليوم الواردة في قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ما المقصود بها جميل هو يوم القيامة جزاك الله خيرا وما المراد بهذين النوعين الذين تبيض وجوههم والذين تسود وجوههم انتبه معي الذين تبيض وجوههم هم أهل السعادة والخير أهل الائتلاف والاعتصام بحبل الله تعالى والذين تسود وجوههم هم أهل الشقاوة والشر أهل الفرقة والاختلاف اجتملت هذه الآيات على ثلاث وصايا أخذناها في الجزء الثاني من درسنا وهذه هي هل تذكرها والسؤال من اتبع هذه الوصايا مع أي الفئتين يكون بالتأكيد يكون مع الذين تبيض وجوههم يوم القيامة ما أسعده تعالوا بنا الآن إلى الآية السادسة بعد المئة بما وبخ الله تعالى بما وبخ الله تعالى الذي نسودت وجوههم استخرج الإجابة من الآية وبخهم الله تعالى بقوله أكفرتم بعد إيمانكم أي كيف آثرتم الكفر والضلال على الإيمان والهدى كيف هذا استفهام أليس كذلك ما غرض هذا الاستفهام وهنا كلمتان مهمتان غرض هذا الاستفهام التوبيخ والتقريع والسؤال ما عقوبة هؤلاء في الآخرة كما فهمت من الآية استخرج الإجابة من الآية عقوبتهم في قوله تعالى فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون يذوقون العذاب بكفرهم وضلالهم تعالوا بنا الآن للآية السابعة بعد المئة بما بشر الله تعالى الذين بيضت وجوههم لكي نحدد إجابة سؤالنا بدقة ما المراد برحمة الله كما أخذنا في معاني الكلمات رحمة الله هي الجنة انظر ففي رحمة الله هم فيها خالدون إذن بما يبشرهم الله تعالى يبشرهم برحمة الله ودخول الجنة والخلود فيها ما أعظمها من بشارة نسأل الله أن يجعلنا منهم لننتقل الآن إلى الآية الثامنة بعد المئة والتاسعة بعد المئة فسر بإسلوبك قول الله تعالى تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق ما تفسيرك لها؟ انتبه معي هذه آيات الله وبراهينه الساطعة نتلوها ونقصها عليك أيها الرسول بالصدق واليقين والسؤال الآن ماذا ينفي الله تبارك وتعالى عن نفسه في هذه الآية الكريمة الثامنة بعد المئة اقرأ الآية واستخرج منها أين النفي في هذه الآية؟ هذا هو النفي أداة النفي وما الله يريد ظلما للعالمين ينفي الله تعالى عن نفسه إرادته للظلم كيف ذلك؟ انتبه فلا ينقص عن أحد شيئا من حسناته لا يظلم الظالمين بل يجازيهم بأعمالهم فقط لا ظلم عند الله عز وجل حاشا وكلا والآن والآن فسر الآية التاسعة بعد المئة بأسلوبك تعالوا بنا بما أن الله تعالى يملك ما في السماوات والأرض فهو الذي ترجع إليه الأمور كلها أليس كذلك؟ إذن فيتحكم فيها بقضائه وقدره وأمره وشرعه ومن أطاعه أدخله الجنة ومن عصاه أدخله النار تعالوا بنا الآن لتقويم هدفنا تأمل هاتين الآيتين ثم افتح الصفحة الخامسة والثلاثين من الكتاب المدرسي وأجب السؤال الآتي يقول السؤال الغرض من الاستفهام في الآية أكثرتم بعد إيمانكم هو؟ جزاك الله خيرا التوبيخ هل معه كلمة أخرى ذكرناها قبل قليل؟ نعم التوبيخ والتقريع كلمتان متلازمتان في هذه الآية جزاك الله خيرا تعالوا بنا لسؤال آخر ما جزاء من اتبع وصايا الله تعالى كما فهمت من الآيتين الكريمتين؟ جميل يكون مع المؤمنين الذين تبيض وجوههم يوم القيامة تعالوا بنا الآن للهدف الثاني خيرية الأمة الإسلامية عزيز الطالب خيرية الأمة بالتزام منهج الله تعالى تأمل هذه الآية الكريمة ما موقف المؤمنين من الوصايا الثلاث التي أمرهم الله تعالى بفعلها؟ هذه هي الوصايا ما موقفهم منها؟ معروف موقفهم امتثلوا لأوامر الله وطبقوها أليس كذلك؟ والسؤال بما بشرهم الله تعالى على امتثالهم لأوامره في هذه الآية الكريمة؟ البشرى في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس بشارة عظيمة بشرهم بأنهم خير أمة أخرجها للناس تعالوا بنا لهذا السؤال المهم لا يستحق هذه الخيرية إلا من أدى شروط الله فيها فما الشروط التي إذا حققتها الأمة استحقت الخيرية؟ الإجابة في الآية ثلاثة شروط موجودة في الآية انتبه معي كنتم خير أمة أخرجت للناس لماذا؟ لماذا أنتم خير أمة أخرجت للناس؟ إجابات هذا السؤال هي الشروط الشرط الأول لأنكم تأمرون بالمعروف والشرط الثاني وتنهون عن المنكر والشرط الثالث وتؤمنون بالله تعالى انتبه معي هذه الإجابات هي نفسها شروط خيرية الأمة الإسلامية إذن فالشرط الأول الأمر بالمعروف ماذا يعني؟ أي تأمرون الناس بالإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأن يعملوا بشرائعه والشرط الثاني النهي عن المنكر ماذا يعني؟ أي تنهون عن الشرك بالله تعالى وعن تكذيب رسوله صلى الله عليه وسلم وعن فعل المحرمات والشرط الثالث والشرط الثالث الإيمان بالله تعالى أي تؤمنون بالله تعالى وتحققون أركان الإيمان عزيز الطالب من حقق هذه الشروط استحق خيرية الأمة ومن لم يحققها؟ لم يستحق خيرية الأمة الآن افتح الصفحة الثالثة والثلاثين من الكتاب المدرسي وأجب النشاط الآتي ما الحكمة من تقديم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله تعالى في الآية الكريمة؟ انتبه معي قدم الله تعالى تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر على قوله تعالى وتؤمنون بالله أليس الإيمان بالله تعالى أهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ بلى لكن ما الحكمة من تقديم الله تعالى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ على الإيمان بالله تعالى لعظم شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولما فيه من مصالح عظيمة للمجتمع تعالوا بنا الآن لهذه الجزئية من الآية يقول تعالى ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم من أهل الكتاب؟ أهل الكتاب هم اليهود والنصارى إلى ما دع الله تعالى أهل الكتاب في هذه الآية الكريمة؟ جزاك الله خيرا دعاهم إلى الإيمان الصحيح وهو الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم لا صحة لإيمان رجل يؤمن بعيسى عليه السلام ولا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا صحة لإيمان رجل يؤمن بموسى عليه السلام ولا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم لا بد من الإيمان بجميع الأنبياء والرسل وإلا فلا إيمان ومآله النار فلو آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لكان خيرا لهم من دعوى الإيمان الكاذبة التي يدعونها تعالوا بنا الآن لقوله تعالى منهم المؤمنون ماذا تعني؟ أي إن من أهل الكتاب من آمن بالفعل بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فلقد آمنت وصدقت فئة قليلة من أهل الكتاب برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن أمثلتهم النجاشي ملك الحبشة حيث كان نصرانيا وأسلم وكذلك عبدالله بن سلام حيث كان حبرا من أحبار اليهود وأسلم أي كان عالما من علماء اليهود لننتقل لقوله تعالى وأكثرهم الفاسقون ماذا تعني؟ تعني أن أكثر أهل الكتاب لم يؤمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك فمآلهم النار عياذا بالله تعالوا بنا لهذه النقطة خيرية الأمة الإسلامية نابعة من التكليف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرصا على مصلحة العباد وهو شرط بلوغ هذه المكانة مع الإيمان بالله تعالى فالأمة الإسلامية خير أمة لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر إلى جانب إيمانها بالله تعالى سؤال عزيز الطالب ماذا يحدث لو؟ لم يلتزم المسلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ماذا يحدث؟ لا ينال شرف خيرية الأمة الإسلامية لأنه لم يؤد شرط الخيرية تعالوا بنا الآن لتقويم هدفنا افتح الصفحة السادسة والثلاثين من الكتاب المدرسي وأجب السؤال الآتي استخرج من الآية الكريمة شروط الخيرية للأمة الإسلامية هيا عزيز الطالب الشرط الأول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله تعالى تعالوا بنا الآن للهدف الثالث الدروس المستفادة من الآيات عزيز الطالب استنبط فائدة من كل آية من الآيات الآتية سأعرض لك آية تستنبط منها فائدة هذه هي الآية الأولى قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ما الفائدة المرجوة من هذه الآية جزاك الله خيرا وجوب الثبات على الإسلام حتى الممات تعالوا بنا للدليل الثاني قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ما الفائدة المرجوة منها وجوب التمسك بالدين وحرمة الفرقة والاختلاف فيه تعالوا بناد الدليل الثالث قال الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ما الفائدة المرجوة هنا جزاك الله خيرا وجوب الدعوة إلى الإسلام أما هذا الدليل استنبط منه فائدتين قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ما الفائدة المرجوة إثبات خيرية أمة الإسلام وبيان علة خيريتها والفائدة الثانية كلما ازداد الإنسان أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر كان خيرا من غيره تعالوا بنا الآن لهذا الدليل قال تعالى ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم ما الفائدة من هذا الدليل دعوة أهل الكتاب إلى الإيمان الصحيح وهو الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم تعالوا بنا الآن لتقويم هذا الهدف افتح الصفحة السادسة والثلاثين من الكتاب المدرسي وأجب السؤال الآتي استنتج ثلاثة دروس مما يستفاد من الآيات الكريمة هيا يا بطل الفائدة الأولى وجوب الثبات على الإسلام حتى الممات الفائدة الثانية وجوب التمسك بالدين وحرمة الفرقة والاختلاف فيه الفائدة الثالثة إثبات خيرية أمة الإسلام وبيان علة خيريتها تعالوا بنا الآن إلى الغلق تأمل هاتين الآيتين ثم أجب ما جزاء من اتبع وصايا الله تعالى كما بيّنت هذه الآيات الكريمة جزاك الله خير يكون من المؤمنين الذين تبيض وجوههم يوم القيامة تعالوا بنا لهذه الآية الكريمة استخرج من الآية الكريمة شروط خيرية الأمة الإسلامية كم شرطا؟ ثلاثة الشرط الأول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله تعالى سؤال آخر استخرج فائدة من فوائد هذه الآية الكريمة جزاك الله خير إثبات خيرية أمة الإسلام وبيان علة خيريتها وهكذا أعزاء الطلاب انتهينا من الجزء الثالث من الدرس وأدعوكم للإطلاع على الجزء الأول والثاني أشكر لكم حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر